الوزير السابق خالد حنفي انا لما تشال الوزير ما خفتش قلت يا جماعة رجل ده نظيف في عز ما كان بيتهم بيقبش على الاتهامات الرجل ده حاول بس ان يخش عش الدبابير منظومة الدعم قامت الدنيا عليهم ما قاعدتش تقرير الاخير قالنا ان خالد حنفي ما عندوش شبهة فساد في ماله الخاص وكل دي امواله وانه كان قاعد في الفندق بمبلغ معين بالتعاقد السنوي وان فيه تعاقدات لنفس الفندق بنفس القيمة طب النهار ده مين حيرجع الخالد حنفي حقه هل حنسيب خالد حنفي كده خلاص يعني بعد ما افردنا له البرامج التوكشو والصحف والمجلات ونزله خبر صغير لما تظهر البراءة الكاملة لا يبقى انا كده برضو بخوف كل مسئول في مصر انه يتولى اي وزاق يعني انا لو رحت اقالي استاذ جامعة النهارة تبقى وزير لا يا عم وده اللي بيحصل الايادي المرتعشة احنا منخوف اي مسئول انا مش بدافع عن الفساد الفسد اعدموه مش حكموه اعدموه بس اتمنى من السيادة النائب الزميل العزيز الاستاذ مصطفى باكري زي ما عرض ساعتها او قدم البلاغ في حق الوزير خالد حنفي وهو رجل برلماني محترم ان يعتذر او يقدم ورق تاني لان النهاردة الرجل ده له حق عليه وياريتي بقى ده ما بدأ لنا كلنا كاعلام انا شخصيا انا جماعة لو اخطأت في حق احد انا لو سبت خطأ ايه حاطلى اعتذر انا لو الدكتور اسماعيل سراج الدين ودين بحكم نهائي بات حاطلى اعتذر اقول انا كنت مخدوع في هذا الرجل واعتقد لا دكتور اسماعيل قام علمية كبيرة مش عايزين دي تبقى نهيته ابدا واتمنى ان يظهر الحق ايا مكان